بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أستعرض معكم في هذا المقطع الملف الإلكتروني الذي يمكن تسليمه للقائد والذي يحتوي على أنشطة التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية فيمكن تصميمه على برنامج الباوربوينت لأن فيها من المزايا العديد فمثلا يمكن إنشاء أقسام وفي كل قسم أضع العديد من الشرائح أستعرض معكم الشريح الرئيسي طبعا والتي فيها العنوان والاسم في الشريحة الثانية سأقوم بتصوير الشاشة من نظام فارس ووضعه فيها ثم نكتب بيان أنشطة التطوير المهني رقم 1 الشواهد من 1 إلى 10 لأن الصفحة الواحدة فيها 10 أنشطة ثم أبدأ بوضع الشواهد في كل شريحة شاهد الشاهد الأول، الثاني، الثالث، وهكذا بنفس الطريقة القسم الذي يليه بيان أنشطة التطوير المهني رقم 2 الشواهد من 11 إلى 20 ثم الشاهد 11 وهكذا إلى أن أصل إلى 20 أيضا يمكن وضع بعض الملاحظات للقائدة مثلا إذا كانت الدورة مثل الوضع هنا إذا كانت هذه الدورة مسائية ثم دورة صباحية والآن نأتي إلى التنفيذ أستطيع وضع قسم جديد بالنقر على الزر الأيمن للفأرة ثم إضافة قسم أسميه بزر الموس الأيمن إعادة تسمية رقم 1 ثم أبدأ بتصميم الواجهة الرئيسية بالنسبة لنظام فارس كيف يمكن تصوير هذه الشاشة؟ يمكن الضغط على مفتاح Print Screen من لوحة المفاتيح ثم لسقها مباشرة في الباوربوينت طبعا أقوم بتصغير الشريحة ثم اقتصاص من أدوات الصورة أقصها بالشكل الذي أريد ثم أقفل الاقتصاص أو باختيار أداة القصاصة وهي أداة من أدوات Windows 10 ثم نقوم بفتح نظام فارس ثم جديد ونقوم بعمل تحديد على ما أريد نسخه ثم نسخ وأذهب مباشرة إلى باوربوينت ثم عمل لسق أيضا يمكن إضافة قسم ثاني وأسميه أثنين وهكذا طبعا أراعي أن يكون ترتيب الأنشطة مثل الترتيب الموجود في نظام فارس أراعي الفهرسة في ذلك وعند الانتهاء من الملف يمكن حفظه كPDF من ملف حفظ ثم حفظ كنوع وذلك لنتمكن من إرساله إلى القائد وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر